اشتركوا في القناة برضو عنا انتقال المريخ اللي رح ينتقل من الحوت للحمل واللي له سبب هو وانتقال عطارد برضو اللي صار اليوم الاثنين موعد بث الحلقة اللي اثر على المناخ وعلى الجو وكان في حدية في بعض الاخبار والامور اللي بيتخوف شوي رح نحكي عنها القمر اليوم او الان موعد بث الحلقة موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر القمر رح يظل في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و 12 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش طبعا لينتقل بعديها لمنزلة الرشا وهي اخر منزلة في دائرة المنازل الفلكية او المنازل العربية ومنزلة الرشا هاي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح بما انه القمر موجود في برج الحوت معناته بيظل من الان لغاية ساعات المساء مساء يوم الثلاثاء بتلعب من الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي طبعا هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم واعية المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا احنا ذكرناها بالامس في منها انتهى وفي منها مستمر وفي زوايا اليوم راح تكون ذروتها بالنسبة للزوايا طبعا اول زاوية راح نحكي عنها زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم ثمانية وعشرين خمسة تدفع بحضوظنا بصورة عامة في شتى المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي طبعا مستمرة لغاية اليوم اخر يوم لإلها وهي بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في سلوكنا وبتسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضه بتسهل إقناعهم وممكن شوي البعض يفتقر للمرونة في التعامل ولكن برضه حتى لو كانوا كذلك ممكن إقناعهم وممكن تعزيز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات اللي الهاصلة بالفن أو بهاي القدرات مثل الفن والديكور والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهاي مستمرة لغاية يوم 25 خمسة شوي هاي بتخلينا نشعر بنوع من أنواع الخجل ولكن ممكن أنه أي شخص ممكن يثيرك في هاي الفترة أنك ترد عليه بطريقة حد شوي أو بعنف شوي يعني ممكن يكون شديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي مستمرة لغاية يوم 31 خمسة بتزيد من حد الذهن والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وأنجح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها طبعا هي متشكلة يعني زي الزاوية الأولى اللي هي اللي ما نحكي عنها زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي من يوم 22 خمسة وهي مأثرة ورح يستمر تأثيرها لغاية يوم 25 خمسة طبعا ذروتها اليوم ساعة ثلاثة وستة وعشرين دقيقة صباحا هاي زاوية بتخلي شوي هيك يسود عنا شعور بعام بلو أهم وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وبرضو اليوم ذروتها وهي متشكلة من يوم 22 خمسة ومستمر تأثيراتها لغاية يوم 26 خمسة طبعا اليوم الساعة 11 وخمس دقائق ظهرا بتكون ذروتها وهي مناسبة للاستقرار في العلاقات العاطفية وبرضو بتضمن للأحباء إخلاص محبوبهم وخصوصا إذا بدت العلاقة في خلال هاي الفترة بالنسبة للزاوية السريعة واللي هي مع القمر طبعا أول زاوية زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون الساعة 12 و41 دقيقة بعد الظهر طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون برضو تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية منتصف الليل طبعا ذروتها الساعة 6 و48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات الظهر بتبلش لغاية ما بعد منتصف الليل بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة لآخر زاوية قبل خلو المسار وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 9 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا في هاي الفترة بثورة عارمة من الغضب في وجه أي شخص ممكن أنه ينتقدهم أو يستفزهم بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار ولكن هذا خلو المسار مدة 6 دقائق يعني هو رح يبدأ الساعة 39 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 39 و38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني 6 دقائق فقط وبنتقل القمر من الثور للحمل طبعا خلو المسار معروف أنه هي فترة سلبية يعني دائما منحكي أنه ما بننصح فيها تبدأ فيها عملي جديد مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ولكن هذا لأنه خلو مسار سريع يعني بانتبهوا في هاي صدقاء بالنسبة للقمر ساعة 39 دقيقة مساء بنتقل لبرج الحمل فعشان هيك بتتغير الطاقة في هاي الفترة فبتصير إنه طاقتنا أكبر وبتصير تتعزز بشكل كبير خصوصا باتجاه العمل بصير عنا أكثر أو منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد في فترة وجود القمر في برج الحمل بيكون ناجح ولكن بتكون تنتبهوا من تراجع طارد وبرضو انتقال المريخ في هاي الفترة فبتكون تركزوا في العقود والأوراق ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو في هاي الفترة بإمكاننا إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما ولكن قصة الشعر هنا ما إلها علاقة بتطويل الشعر أو تغزيره ولكن من ناحية جمالية بيكون ممتاز في الساعة 11 و 16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء المريخ رح ينتقل من برج الحوت لبرج الحمل ورح يضل في برج الحمل حتى صباح يوم 5-7 لغاية الساعة 6 و 3 دقائق صباحا وعادة زي ما اللي بتابعوني بعرفه من زمن منظلنا دائما أن الردد نفس العبارة اللي إلها علاقة في المريخ أنه عادة قبل الانتقال وبعد الانتقال يعني قبل الانتقال للمريخ بخمس أيام في هاي الفترة بيصير فيه هيك بالكون شحني يعني بتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالعنف والمواجهات وخصوصا الأشياء بما أنه بدينتقل لبرج ناري فبتصير الأمور إلها علاقة بالنار أكثر كحرائق مثلا أو حوادث إيشي له علاقة بالمصانع متفجرات غابات ارتفاع درجة حرارة الأمور هاي كلها يعني كل الأمور اللي إلها علاقة بالحرارة والنيران هي اللي بثور بالفترة هاي وبرضو العصفية بتزيد عند الناس يعني بصير ما في صبر ما في تحمل وخصوصا عند الموليد اللي بنتقل ما بينهم لهم الحوت والحمل هذول أكثر الأشخاص اللي بالفترة هاي بتزيد الأمور عندهم كوكب المريخ معروف أنه هو مسؤول عن الجراءة والنشاط والحيوية والرغبة الجنسية والعصبية والعنادة والتحدي والمغامرة بكل أنواعها وطبعا بما أنه هاي الصفات هي مسؤولة عن المريخ والمريخ بده ينتقل للحمل اللي هو يعتبر فيته فالفترة القادمة خلال الأسبوع المقبلة موليد الحمل رح يستفيدوا بشكل كبير من هاي الصفات ولكن بدهم يديروا بالهم من التسرع طبعا موليد الأبراج النارية والهوائية برضو هم رح يستفيدوا في هاي الأمور يعني زي الأسد والقوس والجوزاء الميزان الدلو وكل شخص تواجد المريخ ساعة ميلاده في برج الحمل بالنسبة للأبراج وتأثير وجود برج الحمل في المريخ في برج الحمل الحمل بتزيد ثقتهم بنفسهم وشجاعتهم بتصير عالية جدا بصير عندهم حيوية ونشاط زي ما حكينا وهذا الشيء ممكن يساعدهم في تحقيق أهداف شخصية ولكن بدهم يضبط وعصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه بيصير في عندهم استعداد تصرفات متسرعة أو اتخاذ قرارات متسرعة دون تفكير فيها بشكل دقيق بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا بميله للاندفاع بسرعة متخطيين كل العقبات لأنه يعتبر في بيت متاعبهم وبرضو في نفس اللحظة يعتبر بيت المؤسسات الكبيرة فهذا بساعدهم على المقابلات والنقاشات وأمور إلها علاقة بالعمل مع المؤسسات الكبيرة ولكن بدهم يحذروا من أشخاص ممكن أنهم يتآمر عليهم من وراء الكواليس يعني بكونوا يعرفوهم بس ما بعرفوا أنهم بتآمر عليهم بدهم يكونوا حذرين من الأشخاص اللي حواليهم وبرضو ما يدخلوا أماكن مجهولة بالنسبة لموليد برج الجوزاء هون بيزيد تأثيرهم على أصدقائهم ولكن هذا الشيء ممكن يعطيهم نوع من أنواع الصلاحيات اللي شوي ممكن هيك يفرضوا السيطرة على الأصدقاء أو يحاولوا أنهم يتحكموا بقراراتهم وتصرفاتهم فهذا الشيء سلبي يعني هذا الشيء ممكن يعطل عليكم وتخسروا أصدقائكم فعشان هيك يكونوا مرنين بالنسبة لموليد برج السرطان هنا بإمكانهم أنهم يحققوا كثير من أهدافهم المهمة خلال الفترة القادمة وهذا الشيء بيدعمهم على مستوى علاقاتهم مع المسؤولين وشخصيات مرموقة ولكن شوي هذا الشيء بيخليهم يتهوروا يخالف القوانين يدخلوا في مغامرات ممكن أنها تشوه سمعتهم بدهم يتجنبوا الدخول في أي مواجهة مع المسؤولين وخصوصا في مجال العمل بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا بتميلوا لتتبع اندفاعاتكم وبتتخذوا قرارات مفاجئة أو ممكن تقوموا بخطوة مهمة في هذه الفترة ولكن اللي بكون عندهم سفر بدهم ينتبهوا لأنه ممكن يقرروا سفر دون سابق انذار أو دون سابق استعداد فجأة يقرروا على سفر فعشان هيك في حال أنه عندهم سفر أو تنقلات بدهم يحذروا أثناء تنقلاتهم ويتفقدوا أمتعاتهم بشكل جيد وما يتهوروا على الطرقات أثناء القيادة وبرضو في الفترة هاي بدهم يتجنبوا القضايا القضائية رغم أنه المريخ رح يكون سعيد في مكانه ولكن حاولوا انكوا تبعدوا عن القضاء قدر الإمكان بالفترة هاي وفي المقابل برضو الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بدهم يركزوا بشكل جيد بالنسبة لموليد برج العذراء هنا العذراء رح يجيهم طاقة كبيرة إلها علاقة بقبول التحديات من أجل إثبات قدراتهم وهذا الشيء شوي بعطيهم دافع كبير للمغامرة بدهم يحذروا من أي شراكة مالية في هاي الفترة لا يكفلوا حد ولا يضمنوا حد وبرضو ينتبهوا على العقود والأوراق والمعاملات وعلى أموال الغير بالنسبة لموليد برج الميزان أفكارهم ومشاريعهم يعني ممكن هيك تلقى استحسان من طرف الشريق شركاء أو من طرف زوجتك لأنه أفكارك شوي بتكون نشطة وفي نفس اللحظة بتركز على هاي الأمور بشكل ممتاز اللي هي الشركات ولكن بتكون تنتبهوا من سوء تفاهم أو عصبية أو حدية أثناء التعامل مع شركاء العاطفة بالنسبة لموليد برج العقرب هنا ممكن تقوموا بمبادرات مهمة وتستفيدوا منها بتتمتعوا بحيوية كبيرة وخصوصا في مجال العمل والعلاقات مع الزملاء وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة لأنه أسفل الظهر بيكون عرضة للإصابات فعشان هيك انتبهوا أثناء رفع الأوزان أو الحركة المفاجئة وحاولوا برضو شوي هيك ما تكونوا حدين أثناء التعامل مع الزملاء بالنسبة لموليد برج القوس هنا بيزيد حبهم للحياة وعزمهم وحب المنافسة والترفيه والحب بالفترة هاي بشكل كبير ولكن بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع الأحبة بالنسبة لموليد برج الجدي بيزيد تأثيرهم وسلطتهم على وسطهم العائلي وطريق التعاملهم مع أفراد العائلي وهذا الشيء ممكن يفتح مجالات لمواجهات مع أفراد العائلي بدهم يحذروا من العصبية المفرطة وبرضو بدهم يحذروا من النيران والأدوات الحدي أثناء عملهم في المنزل أو إذا كانوا بيشتغلوا في هاي المجالات بدهم يحذروا منها بالنسبة لموليد برج الدلو بيزيد تأثيرهم وسلطتهم على محيطهم وهاي فترة مناسبة للنجاح في الدراسة والمبارايات والنقاشات والحوارات ولكن بدهم برضو ينتبهوا أثناء التنقلات في السياراتهم في الشوارع ما في داعي للمغامرة أو للمجازفة خصوصا داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة ممكن تصير ما بينهم وبين أخ أو جار أما بالنسبة لموليد برج الحوت فهاي الفترة بتركز على الأمور المالية فهي فترة بما أن المريخ رح يكون سعيد فممكن تتحسن وضعيتك المالية وتجيك بعض الأرباح أو تجد مدخل أو طريق لمكاسب مالية ولكن المشكلة أن المريخ بعطيك دافع لصرف الفلوس بشكل كبير فبتستفيدوا ماليا ولكن ممكن تتصاعد عندكم النفقات بسبب الرغبات بالتسوق بالنسبة إلى الأعضاء اللي في جسمنا لأكثر حساسية اليوم طبعا القمر وهو موجود في الحوت القدمان وأصابع القدم والغد النقامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو هرمون مسكن للألام والميتالونين اللي هو هرمون مساعد على النوم هدولا بصير فيهم بعض المشاكل فعشان هيك بشعروا بالألام أكثر وقلة النوم بالفترة هاي بتصير على بعض الموليد اللي ممكن يتأثر سلبا من هاي الأمور أما في ساعات المساء اللي هو بعد انتقال القمر بيصير الأعضاء الأكثر عرضة اللي هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشريين والدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما زلنا منقول انه لا ينصح بإجراء العمليات الجراحية الغير ضرورية اللي في مجال اننا نأجلها لكن اذا كانت الطرارية ينتبهوا انهم خصوصا اللي بخدوا مميعات انه ينتبهوا انهم يكونوا قاطعين المميع او يخبروا الدكتور عشان يقدر يعطيهم أدوية لها علاقة بتجلط الدم عشان ما يصير معهم نزيف هاي الفترة لانه انتقال المريخ وعطارد واحنا بفترة حامية جدا فهي غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي زي ما حكينا في البداية والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 27.05 بيبدأ خلو المسار الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام ساعة 6 و22 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الثورة أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم في تمام ساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف هذه الليلة بيصير 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة هي الآن سعيدة بنسبة 60% ولكن في ساعات الصباح ترتفع نسبة الحضود لنسبة 90% القمر في الحوت بدين تقل الحمل طبعا رح يضل في الحمل لغاية يوم 27 خمسة هو منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات ما بعد منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة 60% وبتضل الانتحاس هاي لغاية ساعات الصباح بعدين بيصير منتحس بنسبة 10% يعني هو منتحس منتحس ولكن في ساعات الليل ما بعد منتصف الليل ساعات الصباح هاي بيتكون تحذروا لأنه نسبة النحوس بترتفع فيها بالنسبة لعطارد في الثور بيتراجع حتى يوم 3 ستة هو سعيد بنسبة 5% برضو اليوم الزهرة في الحمل حتى يوم 28 خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحوت وبدو ينتقل للحمل زي ما حكينا ورح يضل في الحمل لغاية 5 سبعة هو سعيد بنسبة 15% ولكن تأثيرات الانتقال سلبية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 وهو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للموليد برج الحمل القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم وبدكوا تحذروا اليوم من مزاجكم وعصبيتكم لأن المريخ برضو بيأثر على هاي النقطة واحذروا أثناء كلامكم لأنه ممكن تنفهموا بطريق الغلط أو تنفهموا بشكل مش مزبوط وهذا الشيء ممكن نسبب لكم بعض المشاكل في ساعات المساء الأجواء بتتغير تماما فبتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن برضو منعيد ومنكرر بتكونوا تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير ولكن فعليا بعد ساعات المساء يعني عند المساء وما بعد منتصف الليل بصير الأجواء أفضل برج الثور من الآن ولغاية ساعات المساء طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبتعززوا العلاقات بشكل جيد ما بينكم بين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة أو يتوجه له دعوة ولكن من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فبتقدروا في ساعات المساء من الدخول في أي مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبرضو عززوا علاقاتكم ما بينكم بين المسؤولين عنكم في مجال العمل أما بالنسبة لها ما ساعات المساء طبعا هنا الأجواء بتصير ممتازة جدا اجتماعيا وعلاقاتكم بتتعزز بشكل قوي جدا ولكن بيكونوا تحذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان من الآن لغاية ساعة المساء اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وينتبه موليد برج السرطان إذا كان عندهم سفر وبرضو أثناء تنقلاتهم بالسيارات الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية إنه هذا اليوم مميز باتصالاتكم وحواراتكم وعلاقاتكم وخصوصا مع جانب أو أشخاص خارج البلاد ولكن انتحاس للقمر شوي بتخلي فيه عندكم نوع من أنواع التسرع وخصوصا أثناء الحركة أو القيادة وهذا الشيء بدكوا تنتبهوا منه أثناء تنقلاتكم في ساعة المساء طبعا القمر هنا رح ينتقل للحمل وهنا بتصير الأمور لها علاقة بالعلاقات مع المسؤولين بدكوا تنتبهوا حافظوا على سمعتكم ما تتهوروا ما تندفعوا ما تدخلوا بأي حوارات حد مع المسؤولين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز كله على الأموال المشتركة ما زالت الأمور المالية والقلق المالي والديون أو الحسابات أو الالتزامات هي اللي بترهقك بهاي الفترة أكيد أنه كثير من المتطلبات عليك وعليك كمان نفس الشيء فعشان هيك بتكوا تنتبهوا من تفاحص حساباتكم المشتركة متنعوا عن أي خطوة مالية جديدة حاولوا انكوا تركزوا بالفوترة بشكل جيد أما في ساعات المساء فالأجواء بتصير مختلفة تماما وهي داعم لإلكم بشكل قوي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وما في داعي للمجازفات لأنه ما زال القمر منتعس أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل أو بعض الأخطاء برج العذرة بما أن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم شراكات المالية والعاطفية ولكن طاقتكم ما زالت ضعيفة ورح تظل طويلة النهار نفس الشيء لغاية المساء بتبلش تشعر بطاقة أحسن وأوفر حظا بالنسبة لإلك فبينهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بدكوا تحذروا من بعض النزاعات مع الشريك وخصوصا شريك العاطفة أو المنزل أو العمل حاول إنك ما تكبر المشاكل يعني بدك تدرسها بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان ما زال القمر موجود في البيت السادس فهو أنا بركز على العمل وعلى الصحة فبتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا إنكم ما تبادروا الأعمال جديد عشان ما تتراكم الأعمال وتضطر إنك تعمل ساعات إضافية عشان تتممها وهذا الشيء رح يرهق صحتك لأنه صحتك برضو على المحك في ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما فبتصير وترغبوا في تعزيز شركاتكم وعلاقاتكم ما بينكم وبين الشركاء شركاء المال والعاطفة فبرضو بتكون تنتبهوا من بعض الأمور اللي إلها علاقة مما جروح أو التهابات إن شاء الله إنه ما بصير شيء ولكن في هاي الفترة اللي عندهم جروح أو التهابات ممكن شوي يشعروا بزيادتها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل العاطفي عندهم قوية وبميلوا لا التواصل أو تعزيز العلاقة مع حباهم والتجاوب معهم وممكن اليوم ينطلقوا بأمور إما عاطفية أو فكرية أو هواية معينة أو حتى تجميلية ولكن التجميلية حكينا أن الفترة هاي ما لا تصلح لهاي الأمور أما من ساعات المساء بيغلب عليكم طابع شوي بكون حد فبتكوا تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا لأعمالكم وإنجاز أعمالكم وحاولوا إنكم ما تعصبوا على أحبائكم أو أولادكم برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس هنا بدهم يتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنهم أو الأمور البيتية أو العائلية أو النقاشات والحوارات يخلوا الأمور روتيني لأنه برضو هو ضاغط شوي عليهم بالمشاكل العائلية أو الأعمال المنزلية طبعا هذا رح يظل طول اليوم في ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماما فبتزيد رغبتك في التقرب وتفاهم مع أحبائك أو أحبائكم ولكن ممكن هيك يصير في بعض الخلافات أو تفتعل أنت بسبب حديتك وبرضو شوي العصبية بسبب انتقال المريخ خلاف مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حد برج الجديد ما زالت الأجواء جيدة جدا على تنقلاتكم اتصالاتكم حواراتكم نقاشاتكم عندك نشاط عالي جدا وهذا الشيء بساعد على كثير من الأمور ولكن اللي عنده امتحان اليوم بده يركز بشكل جيد لأنه شوي الأجواء هنا بتعطي نوع من أنواع التسرع أما بالنسبة لها القمر لما بنتقل للحمل بصغير في البيت الرابع في ساعات المساء بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أو مناسبة أو حدث عائلي بيخليك يعني تهتم بالأمور العائلية ولكن مزاجك بيخليك تكون عدواني وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم عليك الحذر برضو اليوم أثناء تنقلاتك أو قيتك للسيارة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بدهم يتجنبوا شراء أي حاجية ثميني هذا اليوم لأنه القمر زي ما حكينا منتحس إلا إذا كانت اضطرارية فحاولوا أنكوا تخففوا من النفقات ممكن يكون اليوم هذا في بعض المكاسب أو المردود المالي أو الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالفوتير ولكن من ساعة المساء بصير الأجواء أفضل لأنه القمر رح ينتقل للحمل برج حليف لا إلك هو بيتك الثالث اللي له علاقة بالاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه بعض موليد برج الدلو يعانوا من مشاكل أو نزاعات إلى علاقة مع رفيق أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود كلها إلى المال فعشان هيك بتكون تتجنبوا التبذير برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا الأجواء ممتازة جدا لأنه القمر عندهم ولكن زي ما حكينا أنه الطاقة لزيادة من انتقال المريخ من عندهم للحمل هذا الشيء بيخلي الأجواء حد عصبية ردات الفعل عندهم تحميل الذنب للغير أو الشعور بعدم الاهتمام من اللي حواليهم وهذا الشيء بزيد من غضبهم فاليوم أنتوا بيظل عندكم النشاط ولكن زي ما حكينا انتبهوا من العصبية وحاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد بل وصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل في ساعات المساء طبعا هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بسبب الضغط الكبير أنه شوي أنه تتصرفوا بصرف فلوس دون حساب نوع من أنواع الهروب من الواقع بالتبذير وبرضو مزاجكم السيء ممكن يخليكم قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة